بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم اليوم على موضوع يعني شيق بعنوان تحضير الانسجة كيف احنا ممكن نجيب قطعة نسيج ونعمل لها معالجة ونخليها جاهزة انها تكون يعني قطاع طولي او قطاع عرضي ملون على شريح اكزهز طبعا قبل ما نبدأ في الموضوع بحب بس انوه انه كل الفيديوهات اللي موجودة في هذا الملف هي فيديوهات انا صورتها في مختبر قسم الانسجة في المستشفى الاوروبي وباشكر كتير زميلي وصديقي الاستاذ محمد النجار اللي كان يعني هو اللي كان بيشتغل وانا اللي كنت بقى صوره طبعا احنا حنتكلم عن الموضوع هذا يعني بشكل مختصر وبدقائق معدودة وبشكل عام مش هنفصل كتير كتير في التفاصيل الداخلية لكن احنا حنبدأ من انو المريض اتخدت له عينة ووصلت للمختبر على شكل مرتبان في فورمالين وفي العينة الفورمالين حيكون عبارة عن 10% تركيزه يعني لتر الفورمالين اللي مكتوب عليه 40% هذا يسمى أبسوليوت الأبسوليوت يعني مطلق بحط على لتر الفورمالين 9 لتر مية تيجي العينة محطوط عليها الفورمالين الهدف من الفورمالين أول حاجة انو يمنع تعفن العينة ويمنع التحلل الذاتي ويتخلص من الاربسيز كرة الدم الحمرة العينة لازم تقعد اكتر من يوم في الفورمالين يومين ثلاثة لغاية ما يصير لها تثبيت طبعا لما يجي الطبيب بياخد العينة هذه من المرتبان وبياخد منها مقاطع بالشكل هذا هو هنا هياخد مقطع ويحطه في كاست بلاستيك مخرم من جميع الجهات ممكن نكتب لابل على الكاست هذا رقم العينة كلابل بنكتب على الجنب اليمين أو الشمال أو الجنب المائي لهذا نلاحظ كيف انها مخرم العينة طبعا الطبيب بيحط العينة في المكاء يعني الوجه اللي بده هو يشوفه على الشريحة بيحطه في الارضية تبع الكاست هذا بتيجي الخطوة الاولى هادي طبعا بتتجمع مجموعة كاستات العين هادي لها مقطعين العينة الثانية لها مجد ثلاثة بتجمعه 30-40 كاست مع بعض وبنحطه بعد كده في جهاز اسمه البروسيسور أو المعالج للأنسجة الخطوة الثانية اللي هي معالجة الأنسجة بتاخد بأكتر من طريقة ممكن أشتغلها يدوي أجيب مجموعة مرتبنات وأحط فيها المحليل وممكن أجيب جهاز زي كده في قلبه المحليل وبتنحط الكاستات هادي كلها في سلة وبتبدأ تنقل من محلولة الثاني أو إنه البروسيسور هذا اللي موجود في المستشفى الأوروبي هنشوفه الآن في الفيديو الفكرة من عملية البروسيسنج أنه أنا بدي أنزع المية من النسيج كيف؟ بأول حاجة أول خطوة في البروسيسنج أنه المقاطع اللي تقطعت هذه بعد توصيف العينة طبعا واتخذت المقاطع بتنحط المقاطع هذه بفرمالين عشان يكمل عملية الفيكسيشن لو كان في أي منطقة أي جزء من الأنسجة مش وصلها الفرمالين بتتم وصول الفرمالين إلها الخطوة الثانية أنه النسيج بدخل في عملية نازع للماء من خلال كحولات متدرجة 70% تركيز الكحول 70% 80% 90% بعدين كحول مطلق وآخر حاجة بفوت على حاجة اسمها الزيلين الزيلين بشيل المادة اللاحمة اللي بين الخلايا والخطوة الأخيرة الشمع اللي 70 درجة اللي بيدخل بين الخلايا وبتكون عملية اسمها يعني عملية دخول الشمع بين الخلايا أو يعني إحنا عملنا دي هايدريشن وبعدين ترويق وشيل كليرينج للمادة اللي بين الخلايا بعد كده دخول الشمع الجهاز الموجود في المستشفى الأوروبي هذا شكله برضو وهنا بنشوف إنه هاي الشمع اللي هيكون في الخطوة الأخيرة خلينا بس نرجع شوية لشكله شكله هذا له شاشة وبترتبط في كابينة الكابينة هادي زي ما شايفين لها باب سميك وبعدين من جوا بركب جواها يعني سلات والسلات هادي في قلبها كستات ممكن تسعة لتلاتمئة وستين كست الباب هادي سميك وجوا بكونش فيه هوا بتكون يعني مسحوب منها الهوا بعدين تيجي هنا زي ما شايفين الشمع وعلى الجنب من تحت تيجي المحليل المحليل عبارة عن فورمالين بعدين كحولات متدرجة سبعين تبانين تسعين وبعدين المطلق وآخر حاجة الزيلين طبعا هذا الجهاز بشفط العينة وبيخلص منها برجعها تاني مكانها بعد ما يخلص الجهاز بيخلي العينات بتظلها محطوطة في الشمع وبتنتقل للمرحلة الثالثة اللي هي عملية الامبيدينج أو الطمر في الشمع الطمر في الشمع هذا زي ما شايفين فيه جهاز عبارة عن صباب شمع بتكون من ثلاث قطاع القطع الأولى بنحط فيها صواني خاصة وفيها درج في قلبه شمع بنحط فيه العينات لحين الاستخدام والقطع الثانية صباب والقطع الثالثة تلاجة اللي بدي يشتغل على الجهاز بدي ياخد العينة اللي طلعت من الجهاز البروسيسور ونحطط في هذا الدرج بياخدها العينة هادي بالملقط وبيبدأ ايش يعمل بيبدأ يشيل يطلع العينة هادي يحطها في قلب صونية خاصة اسمها مولد الصونية هادي بحط فيها شوية شمع اول زي ما احنا شايفين بعدين بياخد العينة بيقعدها الوجه اللي بدي يات طبيب بتكون تحت وبعد كده بتتاخد على تلاجة عشان بيضغط عليها من جميع الاتجاهات عشان تكون الوجه اللي بدي يات طبيب بيظهر قدامه على الشريحة كله ظاهر الكاسة هادا اللي حطه على الوجه هو عليه الليه بالاصلا وبعد كده بيكمل الشمع وبيحطها على تلاجة هادي تلاجة بس احنا كنا طفينا لسا عمالنا بنشغلها فهي بيكون وجهها كله ابيض طبعا هتجمد هتصير بعد كده الشمع جمد هيكون العينة بره الكاسة لكن ممسوكة في الكاسة هادا الخطوة البعد كده اللي هي عملية القطع بالمايكروتوم بنلاحظ انه هاي الكاسة تبعنا الكاسة هادا طبعا بلاستيك المايكروتوم الراس طبعه من خلال الايد هادي بنقدر نشيلها نقدمها كده لقدام فبتوسع الفتحة هادي بنحط الكاسة بالطول او بالعرض وفيه سكينة وفيه على الجنب اليمين ايد يدوية كده بتلوف بتخلي الراس هادا يطلع وينزل ويقدم بالمايكرون يعني مسافات قصيرة جدا وعلى الجنب التاني في ايد تانية بتخليه يقدم بسرعة طبعا كل اللي هيصير ان احنا هنحط المقطع هذا الشمعي العينة بارزة برا ومطمورة في الشمع وناخد مجموعة يعني مقاطع نفوت جوه لغاية ما نصل للنسيج وبعد كده ناخد مجموعة مقاطع بالمايكرون في ما يسمى هنا بالربون زي ما شايفين هاي المقاطع الاولانية هادي الشمع اللي كان على الوجه بعدين اخد مجموعة مقاطع المجموعة هادي بياخدها وبيفردها على سطح مية حردتها 35 ل 40 درجة بتفرد على طول بفكفكها من بعض وبياخد احسن مقطع وبيحطه على شريحة فروستد ثلجية وبكتب عليها برصاص كل الكتابة في الشغل هذا لازم تكون برصاص وشان ما تروحش في المحلي هيجيب شريحته الان ويحمل المقطع عليها ويكون المقطع كده اتاخذ وجاهز للصباغة لاحظوا انه المقطع شمعي في داخله اللي هو المقطع النسيجي وبعد كده حنعمل تثبيت للمقطع هذا من خلال وضعه في حضانة حرتها 60 درجة منلاحظ الابيض هذا هو العينة والشمع على دايرها نطلع بعد كده على الخطوة الثانية زي ما حكينا اللي هي الفكسيشن تثبيت العينة عند حرارة 60 درجة لمدة نصف ساعة في الحضانة هادي بتتبرمج على 60 درجة وبعد نصف ساعة بنتطلعها هتطلع طبعا الشريحة الشامع اللي عليها سايح لكن لو تركناها في الهواء ايش هيصير على طول راح يجمد تاني فاحنا راح نوديها على طول من الحضانة هادي على الصباغة الصباغة زي ما احنا شايفين هنا الجهاز ممكن اشتغلها مانيول ممكن اجيب جهاز الجهاز زي ما شايفين بنحط في قلبه السلايدات فراك ستانليس ستيل بتعلقوا جوه الجهاز الجهاز بضلوا يطلعوا ينزل يعمل اجيتيشن الحركة هادي عشان تدخل المحليل جوه النسيج بعدين زي ما شايفين فيه بربيش بتطلع منه الآن الخطوات كالقاتي بتطلع الشريحة سخنة حررتها 60 درجة الشمع سايح اول خطوة هتكون الزايلين الزايلين هادا بدوب الشمع بعدين هنصبغها بصبغة الهيماتوكسلين والايوزين بس جبل ما نكمل خلينا نشوف هنا بتتعلق راك آآ ستانليس ستيل محطوط في قلبه الشرايح واول خطوة هتكون الزايلين هيفوت الشرايح في الزايلين بتاخد طبعا كل واحدة الها زمن معين بعد الزايلين على طول هتنحط في كحول آآ تسعين بعدين ثمانين بعدين سبعين بعدين حتيجي رانينجووتر الرانينجووتر زي ما شايفين هنا في علبة بتخش المياه منها بتطلع من الشقة التانية عملية مياه جارية يعني آآ طبعا لما دخلت الرانينجووتر كده الشريحة او النسيج اللي على الشريحة دخلت له المياه بالتدريج لانه بالاول في البروسسنج احنا سحبنا المياه لقيت احنا رجعنا المياه تاني ليش الكلام هذا لانه الهماتوكسلين صبغة محضرة بمياه طيب ايجا بعديها على طول بعد ما خلصت الهماتوكسلين برضو رانينجووتر تاني عشان يغسل الصبغة ويغسل المياه يغسل الزيادة من الصبغة اللي على الشريحة بعد كده راح تروح على مادة اسمها ديكالورايزر مزيل للون اسد الكحول مع بعض مركب من الحمض والكحول وظيفته ازالة اللون من كل شيء ما عدا الانوية تاعت الخلايا فبيروح اللون وبتضل الانوية تاعت الخلايا هي اللي ماخد اللون الازرق هنيجي بعد كده بعد ما غسلنا بعد ما عملنا الهماتوكسلين وغسلنا وحطينا في الديكالورايزر هينغسل تاني من الديكالورايزر وبعدين هتفوت العينة على كحول 80% تركيزه ليش؟ لانه الايوزين الصبغة الحمرة اللي هتصبغ باقي مكونات الخلية محضرة بكحول 80% تركيزه الصبغة الحمرة هتاخد الشريحة فيها بس 10 ثواني هتنزل جواها وتطلع خلال 10 ثواني بعد كده راح تروح تكمل طريقها على طول على كحول 90% بعدين كحول ابسوليوت وكمان مرة كحول ابسوليوت 3 مرات وبعد كده راح تقعد في الزيلين الزيلين هذا هو المادة اللي هيضلوا فيها الشريح لحين ما تروح على تروح على التغطية تتغطى بالكفر بعد كده هنروح ناخدها ونغطيها بالكفر عن طريق استخدام مادة الانتر نحطها على الكفر ونحط الكفر هذي الكبيرة ونغطي الشريحة زي ما احنا شايفين وندغط عليها ونطرد الهوى وبعدين نمسح كل الاطار الزيادة هذا كل اللي بيطلع منها وبتصير كده عندي شريحة انا جاهزة للقراءة على الميكروسكوب بيكون كده خلص الشغل الفني وبكده احنا بنكون وصلنا لانه طلعنا بشرائح مقاطع طولية وعرضية بالشكل هذا الطبيب بياخدها وبيقراءها وبيطلع فيها نتيجة للمريض وبكده احنا بنكون وصلنا لنهاية الحديث عن تخطير الشرائح وإلى اللقاء